اتفضلي اتفضلي يا حماتي عودي اما انا ها عودي يا اختي اما الهقف اما الفين مسعد ابني نزل نزل يدور على شغل انت عرفة بعد اما مشعم الشركة اللي كان شغال فيها وهو عمال يدور والله على شغل اه بس اللي يقدر اللي يقدر واللي يحمد ربنا عن نعمة اللي هو فيها لكن في ناس كده ما بتحسك قصلك مين يعني يا حماتي قصدنت بصراحة الليه وهو انا عملت ايه وايه الجمعاني انت دخلة فيها دي يا ريدا اتداري تفهميني ليه الجمعاني انت دخلة فيها دية ببقى الفين جنيف الشهر انت عارفة الدنيا بقى اتغالية خلص دلوقت ان ما كانش الواحد يدبق كده القرش على القرش ما عارفش يعمل له كده جنيم جمد وهو انت ياختي عايزة تعمل جنيم جمد ليه كان عندك عيال كبار وعايزة تشورهم ولا حاجة ولا عايل داخل كلية ده انت عيالك لسه صغيرين ده هو واحد اللي عندك ويا دو عنده تلات سنين يعني مش محتاج حاجة ما عالفش محدش عارف الظروف وانا لازم برضه احاوش وحط القرش على القرش كده وبعدني يا حماتي والله بيجي برزقهم ساعتها الواحد بيقض الجمعية من هنا ويلاقي الدنيا تمتعت كده قدامه ومحتاج الفلوس دي يحطها فيها طب هو ابني يعني شغال مثلا في فتحونة ما مش مش يرتاح شوية يا بنتي حرام عليك ده شغال بالليل على تاكسي وشغال على طريق سفر حرام يعني هو يجيب الفلوس اللي طلعت له في الوردية بتاعت بالليل يحطها في حجرك يعني عشان الجمعية بتاعتك يا حماتي احنا متفاقين مع بعض وعارفين كل حاجة ومتفاقين على كل حاجة ما ما تقلقاش انت بس اول ما تقلقاش انت بس ماهو يوم مزانة اهو ياختي قال يقول لي معكيش يا مومة 200 جنة ماشي نفسي بيهم عشان يجيب أكل في البيت ما انت شايفة اهو ماهو جال ياهو يبقى ما تدخلش ازاي وبعدين ابني يا حبيبتي بيحكي لي كل حاجة وقال لي عالجمعية اللي انت دخلة فيها دي وبصراحة انا شايفة ان هي كتير قوي عليه والله مش كتير ولا حاجة الدنيا بقت غالية ومحتاجها مصاريف لازم اعمل كده وادبق يعني الدنيا ومشي الدنيا اه تدبق الدنيا وتمشي الدنيا ويوم ما تجيلك امك والاختك ألاقي الدنيا مرصوصة اهو ومفيش تدبيق ولا فيه اي حاجة وعملت بزاري في الفلوس وخلاص ولا فيه توفير ولا اي حاجة هو التوفير بس يبقى نحيتنا احنا بس نحيت جاهل جوزي والله انت فهم غلط يا حمات الفلوس ده تنفع والله وبعدين هو اصلا موافع على كده وهو صاحب القرار في الموضوع ده اه ما انت لازم تقول لي كده يعني هتقول ان انت صاحبة اللال الاساس والقرار في الجامعية بتاعتكو ديت هتلاقي عاملها مع اخواتك وامك يخت وهو اهل الشرع بتاعك انا ابني ياختي ما بيخبش عني اي حاجة وبيجي يحكيلي كل حاجة وكل صغيرة وكبيرة عندك في البيت هنا لازم يحكيها لي ويعرفها لي اسمعي كده اهو بقى انه بينده اهو مش شرح وشوفها عاوز ايه حاضر حاضر مدخل الولا في الجامعية بالشئل فلان قال ايه هتنفع فيما بعد يا حمات تنفع امتى ياخت ان شاء الله لما الولا يعني يطلع عينيه في الشغل اللي هو بيشتغل عشان يجيبلك في الفلوس ديت اه ده كان بيناولني حاجة في السابت ايه كان جايب ايه ده ده جايب بوفتيك ومكارونة اه ما هو عارف ان انا موجودة هنا النهاردة وانا بحب البوفتيك يلا عملهولي بقى النهاردة وبقولك ايه ما تنشفهوش اما بحبهوهوش ناشف بيبقى جديد على سناني كده وبيعورني اعمل ليه كده طاري كده وحلو احاضر حاضر يا حماتي احطته في التدبيلة بس حطيه يا اخت حطيه في التدبيلة ستات اخر زمن احطيته هو يا حماتي ونص الساعة كده وقوم عمله بقى بالبقسمات وابعطيه بقاليمة عن مكارون ماشي يا اختي وبعدين يا اختي اهل حضانة اللي انت عايزة تدخلي فيها ابنك ده ده الولا عنده ثلاث سنين المفروض يدخل يعني الحضانة على سنة اربع سنين السنة دي مدخلها له ليه هو انت يا اختي مش عايزة تتعبي نفسك وتعود مع الولا ابنك تعلمين شوية حاجاته ازاي يمسك القلم ما احنا كنا يا اختي بنقعد بالعياد ده انت ما عندكش غرعي الواحد ده لكون قدامي اربع خمس عيال اولاد كنت اقعدهم كده هو وعلمهم وخلهم يتعلموا يمسكوا القلم وانت يا اختي من ثلاث سنين عايزة توديبي بكلاس ايوه يا حماتي الحضانة اللي جنبنا دي الحضانة انترنشونات وحلوة قوي وفي اللغات بتبقى جميلة جدا وتعلم الولد كرسات انجليزي وفرنساوي ولغات كمان حاجة حلوة قوي وانت عامل كده ليه في ابني انا نفسي ما وانت يا اختي احنا جايبينك منين ما ما تنسيش نفسك افتكري كده ورجع الزاكرة الورا افتكري احنا كنا جايين لك وانت كنت لفسك جلبية شوف شايفة شايفة لفسك كان زمان ايه ودلوقتي بقى ايه وما له يا حماتي انا حب ان ابني بقى احسن مني واحسن من بابا كمان واحسن من الدنيا كلها المشكلة انا ما بيعايز ابني يتعلم كده ويبقى فيه لغة كده في بقى ويتعلم لغات وما له يا اختي تعلمين لغات اللي نفسك فيه يعلمين في البيت يا اختي افتحلك نحو التسجيل واسمعين صوت الحاجة لكن تدخليه يا اختي في حضانة بعشرين الف في الشهر لا ان شاء الله ايه ايا بنت حرام عليك ابني هيجيب منين ولا منين انت عملا خانقاه الولا جالي مفلقه مش طايق نفسه حرام عليك ايه بتعملك الاليه انت جاية منين حلوة قوي دي اه ده لا 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 انت مش عدباني الصراحة اذا تبصاني يا واحدة يا حماتي بس هيكلم جوزي في التلفون افتكرت حاجة وما له يخترهم اتكلمي ايه 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 يا موسعد هو انت حكيت لمنطق ايه قلت لها ايه وهو انت بتقول لها ليه كده هو مفيش عندي خصوصية في البيت خالص كل حاجة تروح تحكيها لمنطق حتى الجماعية قلت لها لمنطق وبعليه اهل بوفتيك اللي انت جايبهولي ده هو انت عارف بل للدنيا دياء ازاي يعني كنا هنقضاهنا عرضه شوات رز وعدس وخلاص تجيب لها بوفتيك وماكروانس بكيتة عشان انشاء الله ووصفه عنا بقى فلوس الجماعية منه شوف البيت مش عاجبها انه هو جايب لبوفتيك سفلة ومجرمة حتى الحضران اللي احنا كلنا متكلمين فاهم بارح روحت الممطق برضو حكيت لها عليها مش قادر تصبر يعني لا بصراحة كده كتير اوي مش عاجبها مش عاجبها انه هو بيحكي لي كل حاجة بالغزة فيكي بيحكي لي كل حاجة وبيسمع كلامي ابني حبيبي لا بصراحة ممطق جايال وعملت تعتيبني على كل حاجة ايه جمعية اللي انت دخلة فيها وليت دخل ابني في جمعيات وحضانة اللي انت عايزة تدخلها فيها الولده والشيء الفلاني حتى سعرها اقيل لها علي ليه يعني انت بتحكي كل اسرارنا برا البيت ليه كده وما لو يحتق يحكي لي كمان وكمان موت بغزة كده اقوة فرسي بالتاليك الادب مهيس سهلة مع السلامة يا سيد مع السلامة ما تجيني بقى يشوف انا الموضوع ده الوقاو دي يخت اعتد انسكنوا الحزام وهو داخل ولا حاجة انا علاقتي علمية بقاف المكرونة هي عشان اسلوها لا يختو على ايه ما خليها لك يخت كلها احصل انت مستطراها على حماتك لكن يخت تجيب لومك المحمر والمشمر يبقى حلوة على قلبك وزي العسل ما سكبني يخت غسلها في التليفون عشان ايه عشان بيحكي لامك ما لازم يحكي لامه يا حبيبتي امه ليحكي المين لا ما يحكيش لحد لان دي خصوصية بيته ما نفعش تحكي لأي حدك هدا لانك انت حكالك اهو جيت عمالة عديني مش من حقك على فتحة التوليل ادخل ابني حضانة ايه وما دخلوش حضانة ايه انا ما قلتلكيش اتفاعي من معاك فلوس لابني عل صوتك يخت وعل صوتك كمان وكمان وريني يخت التربية الزفت اللي انت متربيها في بيت اهلك دي ايوه ايوه يخت باني على حقيقتك باني انا عارفة هتموت بغزك والله وهتتفرس وانت وقفة كده هو عشان خاطر عارفت ان ابني بيحكي لكل كبيرة وصغيرة وبيحكي لكل حاج ومال ومش امه يحكي لها وهقول له ما يدخلوش اللي الحضانة الانتنشونال اللي انت عايزها دي يختي ايه بخدي يختي من مامي ولا بابي ايه يختي الفلوس ودخليه بيها نسيت نفسك يختي نسيت ده انت كنت بتروح الكتاب انا ماشية يختي ومش عايزة من وشك حاجة لا بوفتك ولا بتاع روح عينيه يختي بيكون لسه نجاية وحوشيه ينفعك يختي ولا استنين مامك تريجي يختي ادهولها لو الله ماما مش مستنية انا اطلع لها بوفتك ولا حاجة هي الحمد لله عندها خير ربنا في التلاجة مش مستنية مني ولا من اي حد يديها حاجة ماشية يا ستة يا ستة هانم وعشان تبقى عارفة انا هنزل الوقت هكلم ابني واخليه طلعك من الجمالة اللي انت دخلة فيها دي بس انا دفعت ثلاث شهور فيها مش هينفع اطلع دلوقتي لا هينفع يا حبيبتي اقول لها الزنات ومحتاجها فلوسي واخلي ابني ياخدهم ويصرفهم على نفسه اه ام مال يا اختي عنهم لك تقول لي للزمن زمن اي امو زمن انا بل انا امتكلمه وقال له كل حاجة وقال له على قيلة ادبك وسفلتك وهلت الادب اللي انت فيها دي اه لازم يعلمك الادب وتعرف ازاي تتكلم مع امه يا مغوفتيك حاسبي الله وناما الوكيل فيك يا شيخة ايه القرف ده؟ كان يوم سود يوم ما جتيلي ده حاجة تعرف حاشر رفسك في كل حاجة كل حاجة بازم تتدخلي فاكرة اهو قالوا في الاخر تقول لي انا ما بتدخلش في حاجة متخصنيش ده انت ياولية كل حاجة وكل كبيرة وصغيرة عارفها عني في البيت ده انا لو جبت ابرة في البيت بجرجالي قولك مراتي جابت ابرة ده حاجة تعرف والله لو كنت اعرف ان هو من النقطة بتاع ابن امه دوت اللي بيكل كبيرة وصغيرة جرجالي يحكيها الماما مما كنت اتجوزته ولا كنت عايزة اعرفه اصلا من الاول ماشي بس مايجي بس وهو انا هعود معاه وعمل معاه قاعدة ولازم يحطه نقطة على الحروب ولو كل كبيرة وصغيرة اتنقل لامه بالشكل ده يبقى يخرب البيت بقى اللي فيه ومش عايزة اكمل معاه